بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما أخذنا ثلاث ملاحظات خاصة في المعدلات الزمنية وكانت الملاحظة الأولى إذا علم أو طلب معدل تغير قانون لشكل هندسي فإن ذلك القانون يمثل علاقة أساسية إذن هنا من يقولي الحجم يتغير بمعدل المساحة تتغير المحيط وهكذا إذن هنا القانون اللي رح يذكره رح أعتبره علاقة أساسية يعني هذا اللي أشتقها الملاحظة رقم 2 كانت تخص السيميلار التشابه أو النسب المثلثية إذا وجدت مثلثات متشابهة متداخلة في سؤال ما فإن تشابه مثلثيا يمكن أن يكون علاقة أساسية أو علاقة ثانوية أخذنا سؤال المخروط بإنصاب من المي كانت تشابه علاقة ثانوية وأخذنا سؤال الظل وأمثال كانت تشابه علاقة أساسية الملاحظة الخاصة رقم 3 كانت تتحدث عن وجود معادلة منحني ربما تكون هذه المعادلة هي علاقة ثانوية إذا كان هناك نقطة متحركة وعلمة أو طلبة معدل ابتعادها عن نقطة ثابتة ستكون العلاقة الأساسية قانون المسافة ومعادلة المنحني هي العلاقة الثانوية كما شفنا في سؤال الامتحان اللي البارحة كان المفروض أن تمتحنون ويا طلاب القروب الاعتيادي ولكن أيضا أوجه حتب شديد اللهجة لكم بحيث ربعكم فقط من أدى الامتحان وأرسل الإجابة إلى مؤقل من ربع وكانت حسب رغبتكم بأن امتحانكم يكون يوم الأحد مع مجموعة الاعتيادي وكان السؤال باللغتين العربية والإنجليزية على مودة ثنيان باعتبار بدايتنا متأخرة حتى تكسبون وقت للامتحان ولكن ما أعرف شنو المانع لعدم أداءكم الامتحان يا ريت لو تكتبولي على الخاص حتى نعالج هذه المشكلة والملاحظة رقم ثلاثة كانت تتحدث عن معادلة منحني ربما تكون علاقة أساسية وربما تكون علاقة ثانوية اليوم الملاحظة الأخيرة اللي هي الملاحظة رقم أربعة واللي رح تلقوها في صفحة ستة وثلاثين تتحدث عن وجود مثلث قائم الزاوية إذا وجد مثلث قائم الزاوية في أسئلة المعدلات الزمنية فهناك ثلاثة احتمالات رئيسية ما ريد أقرأ اللي موجود أمامكم ولكن رح نجي ناخذ الأمثلة ومن خلال شرحي للأمثلة رح نجي نتعرف على شن ندني الحالات التلاثة اللي أتوقعها في المثلث القائم الزاوية طبعا يفضل كتابة الملاحظة رقم أربعة بالدفتر ولكن موهست كتبوها بعد ما تنتهي المحاضرة يا ريت لو تركولي مجال صفحة كاملة لكتابة هذه الملاحظة ومن دا أقولكم يا ريت أن تكون في نهاية المحاضرة ألموت كل شي تكتبوه رح تتذكرون الحشي رح تسمعو اليوم ولأجل أن ترسخ الفكرة ابدهنكم أيضا هنا قبل ما أبدي في ترجمة الملاحظة رقم أربعة أيضا أريد أكد على أمر مهم جدا إذا عندك مثلت قائم الزاوية مثل ما تشوف هذا أمامك هذا مثلت قائم الزاوية وعندي في الزاوية اللي رح أعتبرها ثيته إذن هذه الزاوية رح أعتبرها ثيته وخلي أعتبر بالنسبة للثيته هذا يمثل المقابل اللي هو أوبوسيت وهذا يمثل المجاور اللي هو أجسينت وهذا يمثل الهيباتونيوس اللي هو الواتف إذن أريد أذكرك بقوانين سبق وأن تعلمتها في مراحل الدراسة السابقة بأن الساينثيته هذه ضروري جدا أن تكتبها بدفترك أو تتركها ويا صفحة الملاحظات إذن ساينثيته قانون هذا المقابل على الواتر قانون لازم نحفظه وكوساينثيته هذا يساوي المجاور على الواتر والتانثيته هذا يمثل المقابل على المجاور وكوتانثيته إذن هنا هذا أي وكوتانثيته يكون مقلوب التان تماما يعني معناها المجاور على المقابل وسيكنت ثيته تساوي مقلوب الكوساين اللي هو الواتر على المجاور وبعد وآخر النسب المثلثية اللي هو كوسي كنثيته رح يكون عندي الواتر على المقابل إذن كل شهواية رح أحتاج هذه النسب المثلثية لمحاضرة اليوم طبعا الثيته إذا آني اتفقت وياكم بأن الثيته هي هذه فمقابلها هذا ومجاورة هذا في حين لو كانت الثيته بهذه الصورة لا المقابل رح يتبدل والمجاور أيضا يتبدل والواتر هو الذي يمثل الظلع المقابل للزاوية القائمة وهو أطول أضلع المثلث الظلع المثلث الأطول المثلث العفوان الوتر في المثلث القائم الزاوية هس هنا أريد من عدكم اتكتبوا لي المثال الأول وبعد ما أطيكم مجال اتكتبوا رح نجي انترجم شنو هذا المثال وشنو المطلوب من عندي ولكن خلال كتابة هذا المثال فقط هذه الكلمة سبيد أريد هنا يفضل أن تكون مكانها فيلوسيتي هنا ربما تكون العبارة أكثر دقة على اعتبار أن الاسبيد هو السرعة ولكن تعني الانطلاق تحديدا ولكن الفيلوسيتي هي السرعة التي تمثل مشتقة الإزاحة مثل ما رح نجي نتعرف عليها في أيام قادمة إن شاء الله إذن المعدل معدل حركة الأجسام هي نفس سرعتها قد تكون موجبة وقد تكون سالبة وقد تكون صفر لذلك رح أسميها فيلوسيتي إذن أطيك مجال وقت بسيط اكتب لي هذا المثال حتى نحاول شرحها طيب طوله 10 متر هذا السلم طوله 10 متر استر رجاء اترك الكتابة نهائيا ورح أطيك مجال تكتب لأن من خلال شرح هذا المثال تقريبا رح أغطي 60% أو 70% من الاحتمال الرابع من خلال المثال هذا فقط إذن دا يتحدث عن السلم طوله 10 متر يرتكز بطرفه العلوي على حائط رأسي إذن هنا من دا يقول لي upper end يعني دا يقصد نهايته العلية on a vertical wall إذن هنا دا يستقر أو يستند الطرف العلوي للسلم على حائط شاقودي طبعا هنا الحائط هو هذا الحائط هذا هنا هذا كل الحائط وطرفه السفلي إذن هنا on its lower end on horizontal ground إذن هنا يرتكز طرفه السفلي على أرض أفقية إذن هذا السلم if the lower end is landing away from the wall at a rate of 2 meters per second إذن تحرك الطرف السفلي الطرف السفلي هذا الدرج هذا السلم انزل وقع لكن أثناء سقوط هذا السلم أريدك فقط تصور هذه الحالة لأن موضوع المعدلات الزمنية مبني على التصور أنا إذا ما قدرت أصور السؤال ما قدرت أتخيل هذه الحركة شلون صارت ما ممكن أقدر أحل السؤال لأن مهم جدا تعرف من هو الثابت ومن المتغير أريدك هنا تصور سلم درج مخلي على الحايط هذا الدرج الخشب الاعتيادي خال على الحايط وبعد الزحلك مزيان هذا من يزحلك أكيد طول السلم هذا ثابت ما راح يتغير طول السلم ثابت الطرف العلوي إذن هذا الأبر كان هنا راح يصير هنا راح يصير هنا راح يصير هنا سيصير هنا إذن التغير المتغيرات بأسماء معينة مو بس هذه أكيد هنا راح أجي أفرض الزاوية بين السلم والأرض هذه راح أسميها ثيتا أيضا هذه راح أجي أضيف ويا الفرضية الزاوية بين السلم والأرض إذن the angle between the ladder and the ground equal to وراح أسميها ثيتا شوية خلي أزغر الفرضية إذن هذه راح أجي أسميها ثيتا إذن هذه الخطوة الأولى من خطوات الحل فرض المتغيرات بأسماء معينة قبل ما أجي أنتقل إلى الخطوة الثانية متفقين إحنا سابقا أرسم الرسم بيمين الورقة أثبت المعلومات تحت الرسم أو بجوار الرسم الفرضية تكون على يسار الورقة وبعد أبدأ حل زين شناطيني معلومات بالسؤال دا يقول لي الطرف الأسفل lower end اتحرك مبتعدا عن الحائط بمعدل اثنين إذا الظلع البعد بين الطرف الأسفل والحائط مسمي X إذن معدل تغير X هذا رح يصير عندي DX على DT هذا يساوي ثنيا زين بعد شي يقول when the lower end away is 8 from the wall إذن هنا عندما يكون الطرف الأسفل بعيدا أو يبعد عن الحائط بمقدار 8 أمتار يعني عندما يكون X يساوي 8 هذه المعلومات بالسؤال وهذا X يساوي 8 إذن هنا من يقول لي وين يعني هذا يعد متغير دائم والمتغير الدائم مكانه الطبيعي يعوض بعد الاشتقاق وإذا احتاج تعوض قبل الاشتقاق لإيجاد متغير دائم آخر ليتم تعويض هما بعد الاشتقاق إذن شو تريد يقول للمطلب الأول أريد منك write of sliding of its apparent يقول للمطلب الأول أريد منك معدل انزلاق السلم إذن معناها دا يريد مني D Y على D هذا المطلب الأول شو تريد المطلب الثاني يقول أريد منك the velocity of changing the angle between the ladder and the ground سرعة تغير الزاوية بين السلم والأرض طبعا ممكن يستبدل كلمة سرعة بكلمة معدل write ماكو مشكلة إذن المعدل والسرعة نفس المعنى إذن معناها الزاوية بين السلم والأرض إذا ردت أسميها theta يعني معناها هذا يريد من عندي theta على theta إذن هذه الرسم المعلومات أسفل الرسم الفرضية على يسار الرسم قبل ما أبدي بحل السؤال الفعلي لحد الآن الذي عنده أي مداخلة خلي أسأل إذا أكو شي يحتاج إلى توضيح عادة أسأل الأمور جيدة زين الملاحظة رقم أربعة مكونة من ثلاثة أجزاء الجزء الأول يقول إذا علم ظلعين أو أكثر فيه مثلث بشكل دائم أو مؤقت هس 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 العشرة دائم هس عش قبل شوية عش بعد شوية عش هذا الثمانية مؤقت هس ثمانية قبل شوية كان سبعة احتمال بعد شوية يصير تسعة إذا علم ظلعين أو أكثر فيه مثلث بشكل دائم أو مؤقت وطلب معدل تغير ظلع فيه دا يريد مني دي واي على دي تي فإن في ذاغورس ستكون علاقة أساسية وعلاقة ثانوية معا إذا علم خليها ببالك أحاول أرددها أكثر من مرة على مود نهضمها للملاحظة ما أريد أحفظها أريد أهضمها إذا علم ظلعين أو أكثر فيه مثلث بشكل دائم أو مؤقت وطلب معدل تغير ظلع فيه فإن في ذاغورس سيكون علاقة أساسية وعلاقة ثانوية إذا راح أجي أكتف في داغورس شي يقول لي في داغورس يقول مربع الوتر اللي هو مية يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين X تربيع زائد Y تربيع مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين قانون أكيد تعرف حس بالامتحان مرة جبت لهم للطلاب سؤال وقلت لهم أيضا عدكم سلم هنا عفوا مو سلم قلت لهم برج بهذه الصورة إذن أيضا اطيتهم مثلة قائمة الزاوية ولكن هذا برج ارتفاع ثابت مثلا ارتفاع 12 وتحركت السيارة بهذا الاتجاه إذن هذا في حالة تغير X وأريد معدل ابتعاد السيارة عن قمة البرج يعني معناها هذا رح يكون عندي Y هذا رح يكون Y إذن في ذا غورس رح يصير بها الحالة في ذا غورس رح يصير عندي Y تربية تساوي X تربية زائد 144 بعض الطلاب ده يكتب ليها 144 يساوي Y تربية زائد X تربية أقول لي يا شباب يقول لي أنت مو قلت إنه 100 تساوي X تربية زائد Y تربية يعني التاب التربية دائما يساوي مجموع مربعين متغيرات ما ما كو يش حالش في ذا غورس يتحدث عن مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين الزلوتر ثابت الوتر متغير ما يهم مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين زين خلي نرجع السؤال فرض المتغيرات بأسماء معينة فرضتها إيجاد علاقة بين المتغيرات وجدتها رقم ثلاثة تقول اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن مشتقة المية هذه صفر مشتقة الأكس ربيع سيصير عندي اثنين اكس دي اكس على دي تي مشتقة الواي تربيع سيصير اثنين واي دي واي على دي زين الось عندي دي اكس على دي تي عندي الواي ما عندي دي واي على دي ما عندي هو دير دي واي على دي تي يعني صارت عندي مشكلة بالواي رح أروح أقرأ قائمة الصلاحيات اللي ناطن إياها أبو المعدلات الزمنية يقول لي المتغير الدائم يجوز تعويضه قبل الاشتقاق لإيجاد قيمة متغير دائم آخر ليتم تعويضه أو تعويضهما بعد الاشتقاق إذن إش رح يصير عندي رح يكون 100 يساوي 64 زائد Y تربيع يعني معناها الY تربيع تساوي 36 إذن معناها الY تساوي الستة والثمانية والDX على DT رح أعوضها هسه إذن رح يصير صفر يساوي إثنين الـ X هو ثمانية DX على DT هو ثمين زائد إثنين الـ Y هو ستة DY على DT إثنين في ثمانية إثنين في ثمانية إثنين إثنين وثلاثين تحول إلى الطرف الآخر سالب 32 يعني معناها رح يصير DY على DT يساوي يساوي السالب 32 على 12 اللي هو السالب ثمانية على ثلاثة قصمت على أربعة متر بالثانية زين هو ما يريد مني معدل تغير الارتفاع هو دا يريد مني هنا rate of sliding of its upper end إذن معناها رح أجي أستبدل الإشارة السالبة بكلمة انزلاق إذن معناها هذه العبارة كلها رح تنزل وإش رح يصير عندي رح يصير عندي ثمانية على ثلاثة متر بالثانية إذن هذا معدل انزلاق طرفه العلوي أريد قبل ما أروح للاحتمال الثاني المطلب الثاني من السؤال يا رية تتحلون هذا الحل مع الرسم اللي موجود أمامكم بدون أن تباعون على الشاشة وأطيكم مجال دقائق معدودة وبعدين نفتح باب النقاش نعم هنا السؤال جيد جدا هنا لفظ سلايدينج هنا عندما نحكي على اللغة العربية أهل اللغة العربية يتحدثون عن سلايدينج يقول فقط عملية سقوط من الأعلى إلى الأسفل يعني معناها هذا السؤال حتى أعرضه على أهل اللغة العربية ويساعدون قبل الترجمة إلى الإنجليزية يقول لي المفروض هذا السلايدينج الأولى المفروض ما تقول السلايدينج المفروض تقول هنا موفينج إذن هنا هسا هذه إذا ردت أحولها إلى موفينج فهنا أقول تحرك مبتعدا فهنا علميا خلنا نقول لغويا على اعتبار هل نقول أهل مكة أدرى بشعابها أهل اللغة العربية الشغلة اللي بيها لغة انحيلها لهم واللي يقول هو يصير إذن هنا فأقول تحرك الطرف السفلي مبتعدا عن الحائط حتى يكون السؤال أكثر دقة اللغوية ما رح أقول ينزلق الطرف السفلي أقول تحرك الطرف السفلي مبتعدا عن الحائط جد معدل انزلاق طرفه العلوي حتى يكون السؤال أكثر دقة اللغوية إذن كلمة لغويا تعني عملية هبوط من الأعلى إلى الأسفل كأنها تعني عملية انخفاض نحن بالاحتمال الأول من كان يطيني سؤال ما الإناء ليتسرب من الماء من قلي أريد منك معدل انخفاض الماء وطلع الـ يعتقد سالب 1 بالعشرة سالب 0.1 قلت له هنا قلت له 0.1 هو معدل الانخفاض إذن استبدلت الإشارة السالبة بكلمة انخفاض إذن هنا اللغويا تعني عملية انزلاق فتستبدل الإشارة السالبة بكلمة سلاك إذا أكو مداخلة أخرى ماكو شي اسأل أي سؤال يختر على بالك دين قلنا الموضوع رغم هو مو صعب موضوع اعتيادي جدا ولكن ممكن تكون تغييرات تقديم وتأخير بالفكرة فلازم أكون مسيطر عليه من كل جوانب نعم إذا أكو سؤال استاذ بالسؤال مذكور يعني بنطق السؤال 10 متر استاذ الانس against اول نعم اول اول احنا نذكر بالسؤال دي وي على دي سوين ثالث ملي عثل استاذ ما نقدر نفترض انه طول الحايط يكون ثالث مثلا استاذ لا لا هنا هذا الواي لا يمثل الحايط الواي يمثل البعد بين رأس السلم والأرض لذلك هنا من رسمتلك الحايط هو هذا الحايط الحايط هذا مستمر يعني ما لا علاقه بالحايط الواي هو لا يمثل الحايط البعد بين رأس السلم والأرض لذلك الظلم من دي الزحلك اذا رأس سلم رح يكون هنا وبعد شوية رح يصير هنا يعني الوتر رح يكون بهذه الصورة الوتر رح يكون بهذه الصورة بعد الوتر رح يكون بهذه الصورة بهذا الحاله الحايط هو ثابت ما لكن إذا يتغير من هو بعد الطرف العلوي عن الأرض في حالة تغير وبعد الطرف السفلي عن الحاط في حالة تغير نفس السؤال اللي أخذناه مال ظل السيارة ظل السيارة السؤال من رسمناه بهذه الصورة وكان مصدر الضوئي موضوع على الأرض فهذا الواي إحنا ما قلنا عليه حائط قلنا ظل السيارة على الحائط إذا يتغير مده يتغير الحائط ده يتغير ظل السيارة على الحائط هذا في حالة زيادة أو نقصا بعد إذا أكو سؤال إذن هذا ما يخص المطلب الأول والمطلب الأول يقول إذا علم ظلعين أو أكثر في مثلث بشكل دائم أو مؤقت وطلب معدل تغير ظلع فيه فإن فيذا غورس سيكون علاقة أساسية مثل ما شفته إحنا اشتقينا الفيذا غورس يعني فيذا غورس اشتغل علاقة أساسية وعوضنا قيمة X حتى يستخرج Y إذا اشتغل علاقة ثانوية فيذا غورس سوف يعمل كعلاقة أساسية وعلاقة ثانوية إزيان قبل ما أنتقل إلى الاحتمال الثاني ورح أرجع لبعد شوية السؤال اللي إجابي الوزاري سنة من السنين قال طريقان متعامدان أيضا هذا مثلث قائم الزاوية تسير سيارة على الطريق الأول بسرعة أربعين كيلومتر بالساعة إذن هذا الظلع في حالة تغير وأكو سيارة دا تمشي بسرعة أربعين كيلومتر بالساعة إذن أنا هنا رح أقول الـ DX على DT تساوي أربعين وتسير سيارة أخرى على الطريق الثاني بسرعة ستين كيلومتر بالساعة أكيد هذا رح يكون في حالة تغير إذن معناها رح أقول الـ DX على DT يساوي ستين شو تريد؟ يقول أريد معدل ابتعاد السيارة يريد معدل ابتعاد السيارة إذن معناه هذا الظلع أيضا في حالة تغير دا يريد مني DZ على DT شوكت بعد مرور ربع ساعة إذن هنا نحتاج إلى قانون القانون الفيزيائي اللي ما أخذيه أنتم بالمراحل السابقة يقول لي الإزاحة تساوي السرعة في الزمن السرعة للسيارة الأولى أربعين كيلومتر بالساعة يعني معناها بعد مرور ربع ساعة رح تقطع أربعين في ربع ويساوي عشرة السيارة الثانية تسير بسرعة ستين كيلومتر بالساعة بعد مرور ربع ساعة إذن رح يصير عندي ستين في ربع وتساوي خمسطعش زين وده يريد مني DZ على DT رح أرجع للملاحظة مالتنا تنطبق على هذا السؤال أم لا الملاحظة تقول إذا علم ظلعين أو أكثر في مثلث قائم احتيادي بشكل دائم أو مؤقت استدولة اثنين ثم مؤقت ما عندي ثابت في السؤال وطلب معدل تغير ظلع فيه فإن في ذغورس سيعمل علاقة أساسية وعلاقة ثانوية إذن معناها مباشرة رح أقول Z تربيع يساوي X تربيع زائد Y تربيع من أجي أشتق رح أصير 2Z DZ على DT يساوي 2X DX على DT زائد 2Y DY على DT X عندي DX على DT عندي Y عندي DY على DT عندي DZ على DT ريدا إذن صارت مشكلة بالZ زائد شلو أنا حل هاي المشكلة ملاحظتنا تقول في ذغورس يشتغل أساسية ويشتغل ثانوية أعوض مكان X 10 أعوض مكان Y 11 أستخرج قيمة Z وبعدي سأصير عندي كلها معلومة أستخرج DZ على DT إذن ملاحظتنا إذا علم ظلعين أو أكثر في مثلت بشكل دائم أو مؤقت وطلب معدل تغير ظلع فيه فإن في ذغورس هو علاقة أساسية وعلاقة ثانوية حس هنا الطلاب في وقت من طلعوا إن الامتحان كانوا زعلانين قالوا إحنا يفترض اليوم امتحان الرياضيات والظاهر الوزارة وهمت جابت إنها أسئلة فيزياء لأن هذا القانون ما موجود بالرياضيات إذن لم يكونوا موفقين بهذا الطرح ليش حتى الطالب اللي ناسي القانون الفيزيائي اللي يفضل أن تكتبوه بدفاتركم الإزاحة تساوي السرعة في الزمن حتى الطالب اللي ناسي هذا القانون يمكن أن يحسب إحساب عرب بسهنة أي واحد لا يدرس الرياضيات ولا الفيزياء ترحون جربوا أريد باشر إن شاء الله الصعدون ويا أبو الكيس صعدون ويا أبو التكسي تشترون صمون ترحون هنا لابولم خضر شوفون أبو الشمبر إذن هنا بالبداية تأكدوا بأن مدارس ربما يكون دارس ولكن طال على باب الله تأكدوا بأن مدارس فيزياء ورياضيات قلوا لحجين إذا سيارة تسير بسرعة أربعين كيلومتر بالساعة ورا ساعة يانش قد رح تقطع بدون تفكير رح يقول لك ثمانين ورا نص ساعة رح يقول لك عشرين ورا ربع ساعة رح يقول لك عشرة هس هو محافظ القانون اللي يقول الإزاعة تساوي سرعة في الزمن لكن حسب حساب عرب بالساعة تمشي أربعين ورا ربع ساعة أكيد هنا ربع الأربعين اللي هي عشرة في وقتها حتى الطلاب اللي مكانوا قارين فيزية وما يذكرون قانون الفيزية كدروا يحسبوا إحساب عرب ومش السؤال ماكو مشكلة إذن إذا علم ظلعين أو أكثر في مثلت بشكل دائم أو مؤقت وطلب معدل تغير ظلع فيه فإن في ذا غورس سوف يعمل علاقة أساسية وعلاقة ثانوية معا المطلب الثاني شتريت يقول أريد منك معدل أو سرعة تغير الزاوية بين السلم والأرض rate of change the angle between the ladder and the ground يعني معناها إذا الزاوية بين السلم والأرض اسمها theta فمعدل تغير theta معدل تغير الزاوية سرعة تغير الزاوية إذن هذه تمثل d theta على d t وعبد الله نايف يقول هنا حساب العرب أفضل من قوانين الفيزياء أحيانا طبعا أحيانا يعني هس هنا بصراحة أحيانا نشوف شخص عنده قابلية على جمع الأرقام أكثر من عندي سأني مدرس رياضيات أكو مثلا ألتقي بأشخاص قادر على جمع الأرقام أسرع مني بكثير ونتبار آنويا من نسوق بالسيارة يقول لي هذه أرقم السيارة اللي أمامك أريدك الجمعة بسرعة هو يغلبني مدارس أصلا مدارس يعني سادس ابت دائما مكمل إذن هنا ممكن أحيانا لحساب السريع لحساب الذهني أحيانا يتفوق على لحساب العلمي ولكن هذا لا يعني أن لحساب العلمي مو مهم كثير من الأمور لا يمكن حسابها إلا علميا ما تبقى من السؤال لا إلا علميا لا تقدر تحسبي طيب دا يريد من عندي ديتي أتعلى ديتي مشتقة الساين أي زاوية من أقول لك شنو مشتقة الساين يو راح تقول لي كوساين يو في مشتقة اليو اللي هي ديو على دي أكس إذا أقول لك اشتق لي ساين ثيتا راح تقول لي كوساين ثيتا في مشتقة الثيتا هو دي ثيتا على ديتي أقول لك اشتق لي الكوساين ثيتا راح تقول لي السالب ساين ثيتا دي ثيتا على ديتي أقول لك اشتق لي التان ثيتا مثلا التان ثيتا شنو المشتقة مالة راح تقول لي سي كان تربيع ثياتا دي ثياتا على دي تي زيان إذن دي ثياتا على دي تي اللي يريدها مني بالسؤال شلون أقدر أحصلها إذن أقدر أحصلها عن طريق اشتقاق النسبة المثلثية كم نسبة مثلثية عندي بالرياضيات عندي ستة ساين كوساين تان كوتان سي كانت كوسي كانت يعني أن السؤال يحلبس الطرق أي وحدة من ذن الستة تكتبها بالامتحان وتشتقها توصل إلى نفس الجواب وتأخذ درجة كاملة ولكن بالنسبة للثياتا المقابل ما لتها متغير هذا المجاور ما لتها متغير اللي هو والوتر ما لتها ثابت شو تقول الملاحظة تقول السؤال يحل بست طرق بست نسب مثلثية ولكن أفضل وأسهل النسب المثلثية المختارة هي التي تربط بين ثابت ومتغير ويكون الثابت في المقام التي تربط بين الثابت ومتغير ويكون الثابت في المقام يعني شنوه إذا ردت أختار على سبيل المثال الساين إذا الساين رح يكون عندي المقابل على الوتر من أريد أشتق هذا الواي على عشرة والواي على عشرة معناها واحد على عشرة واي شصير المشتقمات رح يصير واحد على عشرة دي واي على ديتي إذا نحتاج بس دي واي على ديتي لكن إذا اختارت العشرة على واي اللي هو الكوسي كنت يعني معناها عشرة واي والسالب واحد شنو المشتقمات رح يصير سالب عشرة واي والسالب اثنين دي واي على ديتي يعني أحتاج الواي وأحتاج الدي واي على ديتي وإذا اشتقيت التان على سبيل المثال التان رح يصير وي على اكس هذا من أريد اشتق الأمور وي رح تتعقد المقام في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربية يعني كلهم احتاجهم لذلك بكيفك أنت أي نسبة مثلثية تختار كلها صحيحة ولكن أسهل النسبة المثلثية هي التي تربط الثابت مع المتغير على أن يكون الثابت في المقام إذن الساين ثيتا أو الكوساين بكيفك ساين ثيتا تساوي وي على عشرة يعني بعبارة أخرى ساين ثيتا تساوي واحد على عشرة وي شن المشتقة مالة مشتقة الساين رح يصير كوساين ثيتا دي ثيتا على دي تي يساوي واحد على عشرة دي واي على دي تي مشتقة الساين هي كوساين نفس الزاوية في مشتقة الزاوية ومشتقة الزاوية هي دي ثيتا على دي تي لو كانت الثيتا معلومة هذه الثيتا لو كانت الثيتا معلومة كان عوضة مكانها وعندي دي واي على دي تي وانت يحل السؤال ولكن ما طول الثيتا ما معلومة رح أرجع الكوساين إلى أصله إذا كان الساين هو مقابل على الوتر الكوساين منه الكوساين هو مجاور على الوتر يعني معناها رح يصير اكس على عشرة مجاور على الوتر دي ثيتا على دي تي يساوي واحد على عشرة دي واي على دي تي الأمور صارت جيدة الأكس معلومة عندي هو ناطنيها بالسؤال الدي واي على دي تي استخرجتها قبل شوية اللي هي السالب ثمانية على ثلاثة وليست ثمانية على ثلاثة يعني الدي واي على دي تي الأصلية والدي ثيتا على دي تي يريدها من عندي يعني معناها رح يصير ثمانية على عشرة دي ثيتا على دي تي يساوي واحد على عشرة في السالب ثمانية على ثلاثة عند المساواة يمكن اختصار البسط مع البسط والمقام مع المقام ثمانية وهي ثمانية تختصر عشرة وهي العشرة تختصر إذن معناها رح يصفى عندي شنوة رح يصفى دي تيتا على دي تي تساوي سالب واحد على ثلاثة دير بالك الوحدة ليست متر بالتانية وحدة معدل تغير السرعة هو الراد الرديا على السكند هذا شيء يمثل إذن هذا يمثل هنا رايت معدل تغير إذن هنا رايت أوف تيانج شنوه ذا أنجل بين من بتوين ذا لدر آند ذا كرات إذن ما هو الفرق بين الملاحظة رقم واحد والملاحظة رقم اثنين الملاحظة رقم واحد إذا علم ظلعين أو أكثر فيه متلث بشكل دائم أو مؤقت وطلب معدل تغير ظلع فيه فإن في ذا غورس يشتغل علاقة أساسية وعلاقة ثانوية معا الجزء الثاني من الملاحظة إذا علم أو طلب معدل تغير الزاوية في مثلث قائم الزاوية فإن العلاقة الأساسية هي نسبة مثلثية يفضل أن تربط بين ثابت ومتغير ويفضل أن يكون الثابت في المقام والعلاقة الثانوية في ذا غورس يعني معناها دي وي على دي تي ما معلومة بالسؤال لو رأي مني فقط المطلب الثاني إذن المطلب الأولى أنا لازم أسوي إذن في ذا غورس رح تشتغل علاقة ثانوية بل وحتى ممكن تشتغل علاقة أساسية وياها اللي عنده مداخلة على هذا الحشي خليه يتفضل نعم ممكن يطلب مني يعني دي ثيتا على دي تي ويقول لي وين مثلا بس دي أكس على دي تي تساوي كذا فأني لازم أختار العلاقة حددها لو ما كويت شي يعني إذا أراد مني فقط المطلب الثاني أي فأني المطلب الأول لازم أسوي لأن أنا من اختارات الثاني ممكن يعني يطيني هو جاهز يطيني دي ثيتا على دي تي أي نعم أي ممكن يعني إذا أطاني دي ثيتا على دي تي في هذا السؤال ممكن أجيبه لكم بالامتحان أطيكم الدي ثيتا على دي تي واحد على ثلاثة أقولكم تتناقص بمعدل واحد على ثلاثة ونفس هذه المعلومات ولكن ما رح أطي الدي أكس على دي تي دي أكس على دي تي ما أطيها ونأطيكم الدي ثيتا على دي تي إذن هنا من رح تبدين بالساين وتشتقين ووصلت إلى هذه المرحلة زيان الأكس معلومة والدي ثيتا على دي تي معلومة شرح أستخرج أستخرج الدي وي على دي تي إذا هو رايد مني دي وي على دي تي خلاص السؤال إذا رايد مني دي أكس على دي تي لازم أرجع شنوه لازم أرجع أكتب في ذا غرس وأشتقه أعوض الدي وي على دي تي حتى يستخرج الدي أكس على دي تي إذن في كل الأحوال آني العلاقة الأساسية أو ربما تكون إحدى العلاقات الأساسية كمال علاقتين أساسية بالسؤال إحدى العلاقات الأساسية هي نسبة مثلثية إذا علم أو طلب معدل تغير زاوية حتى تكون الملاحظة أكثر نفعا يعني إذا بالسؤال ردت من عدكم فقط المطلب الثاني مطلب الأول مطلبته إذا بالسؤال ردت منكم فقط المطلب الثاني هس أكو طالب اللي يستخدم الساين ويوصل إلى الدي وي على دي تي وما عندي دي وي على دي تي إذن هذا الحشي لازم كله يسوي إذن في ذا غورس رح تشتغل علاقة أساسية وتشتغل علاقة ثانوية ولكن يجيني طالب يقول لي لا أنا أريد أختار الكوساين يعني هس هذا الساين رح أجيئة مسحة هذا رح أجيئة مسحة يقول لي أنا ما رح أختار الساين أريد أختار الكوساين أشوف الجواب شنو اللي يختلف إذا رأيت مني فقط المطلب الثاني شوفوا الأمور وش رح تختلف الساين من رح أقول كوساين ثيتا كوساين ثيتا يساوي المقابل على الوتار يعني معناها أكس على عشرة واحد على عشرة أكس شنو مشتقة الكوساين هو الساين ثيتا دي ثيتا على دي تي يساوي واحد على عشرة دي أكس على دي تي زيانا الساين هو مقابل على الوتار رح يصير عندي الساين بواي على عشرة دي ثيتا على دي تي يساوي واحد على عشرة دي أكس على دي تي الدي أكس على دي تي ناطنيها بالسؤال الواي ما عندي إذا لازم ش أسوي لازم أروح إلى في ذا غورس لكن رح أسوي كل هذا الحد شي ولكن ما أحتاج مشتقة في ذا غورس بالحالة الأولى لا في ذا غورس احتاجيتك تعويض وإحتاجيتك اشتقاق لأن شنت محتاج الدي واي على دي تي ولكن من أختار الكوساين لأنه يحتاج بس الواي فأرجع في ذا غورس أعوض مكان الأكس الثمانية ويطلع للواي تساوي ستة لذلك الخلاصة للحجي مالتنا لو كان السؤال فقط المطلب الثاني فقط دي تي تعالى دي تي اللي يستخدم الساين إذن عندي علاقتين أساسية أحتاجها النسبة المثلثية وفي ذا غورس علاقتين أساسية وفي ذا غورس في نفس الوقت رح تشتغل ثانوية أما الاختار لالكو ساين لا النسبة المثلثية رح تكون هي العلاقة الأساسية وفي ذا غورس رح يكون فقط علاقة ثانوية إذن هذا الفرق بين الحالتين إذن بالامتحان طبعا بالوزارة على الأغلب دي يطلب مني مطلب بين مطلب أول ومطلب ثاني إذا المطلب الأول مسوي فما كو مشكلة هنا أختار ساين أو الكو ساين فكلها موجودة جو إذن أريد تكتبون هذا الحل وقبل ما ننتقل إلى المثال الآخر نعم بابا استاذ مثلا إذا متغير أنا ما أعرف الوحدة مات مثلا هنا ثيتا إحنا طلعت ثراد بس مثلا إذا متغير ثاني أنا ما أعرف لا لا هنا هو دائما وحدة التغير الزاوية أسميها دائما راد يعني هي شنو الراد الراد هي الزاوية نصف قطرية استاذ يعني لا أقول إذا متغير ثالي أنا ما عرف يعني الوحدة مات ما عندي متغير ثاني الزاوية هي هذه راد دلالة الزاوية نصف قطرية يعني هذا مو مثل الكيلومتر والمتر والسانتيمتر هذا الراد هي الزاوية نصف قطرية يعني ما عندي فشي اسمه راد تربيع أو راد تكعيف أو نصف راد أحول من راد إلى فشي خلاص هي الزاوية نصف قطرية لكن ممكن على الثانية ممكن على الساعة ممكن على الدقيقة هذا يأخذها من السؤال الموجود هس هنا الروح إلى السلم آخر ومن أروح إلى الملزمة طبعا هنا بعض الأسئلة لو أجي أشوف سؤال الالفين وتسعة نفس الفكرة تماما ولكن طول السلم ومكان ما عشرة سوى تلطعش فنفس الفكرة طبعا هنا مثل ما قلت لكم هنا كلمة انزلق يفضل أن تحرك الطرف السفلي حتى هنا أبو العربي ميزار علينا السؤال الموجود عندنا بالتمارين صفحة واحد واربعين أيضا ناطيني سلم أيضا سلم أريد تكتبوا لي السؤال إذن السؤال الأول بالتمارين الذي ورد بالوزار في أكثر من مناسبة نفس العملية سلم طرفه الأسفل يقع على الأرض وطرفه الأعلى يقع على الحار هنا هذا ريست هنا يقع ممكن يقول لي ممكن يقول لي لاي ويقول لي هنا if the lower end سلايدينج ونرجع أيضا نأكد على كلمة سلايدينج هنا مكان ما يقول سلايدينج يقول لي موفينج موفينج اووي يتحرك مبتعدا عن الحائق بمعدل اثنين متر بالثانية find the rate of sliding of its upper end when the measure of the angle between the ladder and the ground is pi على ثلاثة يقول لي هنا قياس الزاوية بين السلم والأرض هو pi على ثلاثة ما هو الفرق بين d theta على dt وإذا قال لي ثلاثة فقط يعني سأحاول أرسم السلم وشنو الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية هذا هو السلم الطرف الأسفل يتحرك باتجاه الحائط سأسمي x الطرف الأعلى ينزل باتجاه الأرض سأسمي y طول السلم ما معلوم ولكنه ثابت أنا عرف ثابت إذن هذا الطول السلم سأسمي أي ما معلوم سألو قال لي 10 13 5 أثبت ولكن ما قال لي إذن سأسمي أي دائما الحروف الأولى الإنجليزية يفضل أن ترمز للثوابت a b c d ترمز للثوابت x y z يفضل أن ترمز للمتغيرات زين داي يقول لي طرفه الأسفل لي يتحرك مبتعدا عن الحائط بمعدل اثنيا يعني معناها داي ريد أو ناطيني dx على dt يساوي اثنيا مزيلا شي تريد يقول لي أريد right of sliding of its upper end يعني معناها داي يريد من عندي dy على dt هذا مجهول الشوكت داي يقول لي عندما تكون الزاوية بين السلم والأرض فاي على ثلاث الفرضية تماما نفس الفرضية اللي أخذناها بالسؤال السابق إذن نفس هذه الفرضية رح أجي أعيدها هذه الفرضية هي نفسها بعد الطرف الأسفل عن الأرض أو عن الحائط يساوي x بعد الطرف الأعلى عن الأرض يساوي y الزاوية بين السلم والأرض هذه الفرضية نفس الفرضية ولكن هنا سوف تختلف العلاقة خلي أعيد الملاحظتين السابقة حتى أربط المعلومة القديمة بالمعلومة الجديدة الملاحظتين السابقة تقول إذا علم ظلعين أو أكثر فيه متلث بشكل دائم أو مؤقت وطلب معدل تغير ظلع فيه فإن في ذا غور سوى علاقة أساسية وعلاقة ثانوية هذه افتهمناها وبعد ماذا احتاج تفصيل الجزء الثاني من الملاحظة إذا علم أو طلب معدل تغير زاوية يعني معناها دي تي 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 دي تي تي معلومة أو مطلوبة العلاقة الأساسية نسبة مثلثية يفضل أن تربط بين ثابت ومتغير والثانوية في ذا غور أما الجزء الثالث إذا علمت الثي اذا علمت الزاوية إذا تلاحظ أكو فرق بين الحالة الثانية والحالة الثالثة الحالة الثانية دي تي 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 الحالة الثالثة لا إذ تي تنفسها إذا علمت الزاوية بشكل مؤقت في مثل قائم الزاوية فإن العلاقة الأساسية في داغورس والعلاقة الثانوية هي نسبة مثلثية يفضل أن تربط بين متغيرين يفضل فالسريش يفضل بعد شوية نشوف إذن سيصير تبديل بالأدوار بالحالة الثانية الأساسية نسبة مثلثية والثانوية في داغورس بالحالة الثالثة الأساسية في داغورس والثانوية هي نسبة مثلثية إذن شي يقول في داغورس يقول مربع الوتر اللي هو أي تربية يساوي مجموع مربعي الظلعين القائمين اللي هو X تربية زائد Y تربية مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الظلعين القائمين فرض المتغيرات فرضتها إيجاد علاقة بين المتغيرات انتهانة منها اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن هنا الطلاب ينقسمون إلى ثلاثة قسام قسم يشتق صحيح وقسم يقوم يخبط بنته وقسم آخر يقوم يشبط بنته فس حتى تعرف نفسك من يا قسم من يا قسم انت اريدكم تشتقون بينك وبين نفسك ببالك على مسودة اريدكم تشتقون وقطيك مجال عشرين ثانية بس اشتقاق بس ما اريد غير شي وراها انت رح تعرف نفسك من يا نوع هل اشتقاقك صحيح لو تشبط تخبط لو تخبط شبط زين قررت ان شاء الله عشرين ثانية رح اطيك وبعدين رح اجي اشتق واريدك تكتب لي بالشات انت من يا نوع اما تكتب لي اشتقاق صحيح او تكتب لي اخبط شبنته او اش بتخبنته جاهزين ان شاء الله ان شاء الله جاهزين مشتقة الاي تربيع هي صفر لانها ثابت ومشتقة الاكس تربيع هي اثنيا اكس دي اكس على دي تي ومشتقة الواي تربيع اذا هذا اثنيا واي دي واي على دي تي اذا اللي سوى هي الاشتقاق هذا صحيح اشتقاق صحيح واللي قال اثنيا اي يساوي اثنيا اكس زائد اثنيا واي يعني اصلا ناسيها دي اكس على دي تي ودي وعلى دي تي هذا دا يخبط شبنته واللي قال اثنيا اي دي اي اثنيا واي دي وعلى دي تي لا هذا قاعد يشبه تخبط اذا انت من يا نوع اريدك انا تكتب لي زي اذا هنا اذا ان شاء الله الاشتقاق مالتكم صحيح وبعض من النوع الاول والبعض من النوع الثاني والاخر من النوع الثالث زي جيد جدا هس هنا نرجع السؤال فرض المتغيرات باسماء معينة ايجاد علاقة بين المتغيرات اشتقاق العلاقة بالنسبة للزمن اشتقيت وراها التعويض عن المعلوم بايجاد المجهول هس هنا كومة مشاكل صارت لا الاكس اعرف ولا الاي اعرف ولا الدي وي على دي اعرف لذلك الملاحظة ش تقول هنا تحتاج الى علاقة ثانوية من هي العلاقة الثانوية هي نسبة مثلثية يفضل ش تكون النسبة المثلثية يقول لي يفضل ان تربط بين متغيرين تربط بين متغيرين اذا تختار اما التان او الكوتان اذا ش رح اقول هنا رح يكون تان ثيتا يساوي y على x رح اعوض الثيتا pi على 3 يعني معناها تان pi على 3 يساوي y على x التان هو سين على كوسين سين pi على 3 هو جذر 3 على 2 الكوسين ما لات نوص فمن اجي اختصر جذر 3 على 2 تقسيم 1 على 2 اختصر 2 و 2 رح يصير عندي جذر 3 اذا معناها رح يكون جذر 3 يساوي y على x من اقول طرفين يساوي وسطين يعني معناها y تساوي جذر 3 x طبعا يمنع اشتقاق هذه يمنع اشتقاق ليش لان احنا متفقين الثابت الدائم عوضه ولا يهمك ولكن ممنوع تشتق مكان الطبيعي هو بعد الاشتقاق يجوز تعويض قبل الاشتقاق اذا احتاج ان تستخرج متغير اخر حتى تعوض بعد الاشتقاق فان عوضت البي على 3 طلعت لي y بدلال x وين رح عوضها رح عوضها بعد الاشتقاق اذا اش رح يصير عندي هسه رح عوض صفر يساوي اثنين هذه ال x رح تنزل ومكان dx على dt يكتب اثنين زائد اثنين ومكان ال y رح اكتب جذر 3 x dy على dt اذا كان عندي ثلاث مشاكل حسه صارت مشكلتين ال x وال dy على dt ال 2x فيه 2 4x تعبر للطرف الاخر يصير سالب 4x يعني معناها رح يكون 2 جذر 3x dy على dt يساوي سالب 4x من رح اقسم يعني معناها رح يصير dy على dt تساوي سالب 4x على 2 جذر 3x انتهت المشاكل حسه ال x وي ال x تختصر ال 4 وي ال 2 تختصر يعني معناها رح يكون dy y على dt يساوي سالب 2 على جذر 3 متر بالثانية اذا شلون رح اجي اختم السؤال هو ما دا يريد مني معدل تغير السؤال دا يريد مني معدل انزلاق اذا معناها رح اجي استبدل الاشارة السالبة بكلمة انزلاق اذا هنا خلي هذه الكتابة شوية صحتها فوق اذا رح اجي استبدل الاشارة السالبة بكلمة انزلاق اذا رح يكون نفس الحلمة القبل شوية الخاتمة رح اقول هنا معدل انزلاق الطرف العلوي رح انسخ رفس هذه العبارة اذا معناها رح يكون معدل انزلاق الطرف العلوي شنو رح تكون اثنيا على جذر 3 متر بالثانية اذا الملاحظة رقم 4 جزءها الثالث يقول اذا علمت الزاوية بشكل مؤقت في مثلث قائم الزاوية فان العلاقة الاساسية ستكون في داغورس والعلاقة الثانوية ستكون نسبة مثلثية يفضل ان تربط بين متغيرين هس اذا اللي عنده اشكال لحد الان اسأل لان اكو بعد احجاية دار اكدها لكم نعم الكلام لكم نعم ما اكو سؤال استر نعم استر بس ان الوتر عرفت ان انت عملت معاملة الثابت وما عرضت x y نعم استر مش تهمت ليش شو نوعيد سؤالك استر ما عرفت ليش عملت معاملة الثابت هو منطينا الى قيمة بالسؤال لان هنا انت تصور الحالة السلم يعني هنا القلم اللي شاء لبيدك اريدك ترشيع الحيط رشيع الحيط اعتبر السلم وشوي يدفع للقلم رح يزح لك زين هنا من رح يزح لك بعد الطرف الاسفل عن الحيط رح يكون متغير بعد الطرف الاعلى عن الارض رح يكون متغير لكن طول القلم ما رح يتغير اذا هذا ثابت فما طول استنتجت ثابت اذا عوضت اي استطلوا نعطيني قيمته كان عوضت قيمته ما نعطيني قيمته فهنا عوضت فقط اي طمام استاذ زين بس انه مثلا يعني ما يحتاج انه اكتب فتشيلو بس قبل اعوض اي هو والجاري يفتهم انه هذا ثابت ما خليت ضمن الفرضية يعني هذا ثابت لان احنا الفرضية ما لاتنا تقول فرض المتغيرات باسمها معينة هذا لو كان متغير كان ذكر ويا الفرضية بس احنا شمت تبقين سابقا في اول محاضرة بالمعدلات الزمنية قلنا الثابت يثبت على الرسم ويثبت على الرسم رقما واذا ماكو رقما اثبت حرفا بس الحروف الاولى الانجليزية لكن المتغير يثبت على الرسم حرفا ويثبت خارج الرسم رقما بعد ازان هس يجي طالب يقول لي ماذا لو اختاريت الساين اختاريت الكوساين اش راح يفرق عندي الحل لان يقول لي بالاحتمال الثاني العلاقة الاساسية كانت نسبة مثلثية يفضل ان تربط بين ثابت ومتغير فيقول شنو الضير ما انا اسوي بين ثابت ومتغير بالحالة الثالثة اقول لي خلي نجرب ونشوف شنو النتائج لو مختار الساين باي على ثلاثة يساوي واي على اي مقابل على الوتر ساين باي على ثلاثة هو جذر ثلاثة على اثنين يساوي واي على اي من راح اقول طرفين يساوي وسطين راح يصير اثنين واي تساوي جذر ثلاثة اي يعني معناها الواي تساوي جذر ثلاثة اي على اثنين زين هذا جذر ثلاثة اي على اثنين اذا مكان الواي كان عندي ثلاثة مشاكل الاكس والواي والدي وي على دي تي زين اللغية الواي اكتبت مكانها ما سونا شي زين واللي مختار الكوسين يقول كوسين باي على ثلاثة يساوي اكس على اي وكوسين باي على ثلاثة هو نصف اذا نصف تساوي اكس على اي طرفين يساوي وسطين اثنين اكس تساوي اي اذا معناها الاتس تساوي اي على اثنين زين هما سونا شي يعني كانت المشاكل سابقا Y X و Y و D Y على D T إذا مكان X اكتبت A على 2 كانت 3 مشاكل بقت 3 مشاكل ولكن لو أعوض مكان X بدلالة A وعوض مكان ال Y بدلالة A وبعدين كل واحد أخليهم الطرف وقسم أيضا رح أجي أختصر أي ويال أي ورح يطلع نفس الجواب لذلك اللي يختار الساين لازم يختار وياها الكوساين يعني الساين واحدها مو كافية الكوساين واحدها مو كافية لازم اثنياناتهم لكن اللي يختار التان لا وحدها كافية اللي يختار الكو تان واحدها كافية لذلك هنا قتلك يفضل اختيار نسبة مثلثية تربط بينا متغير إذا أكو سؤال آخر إذا ما أكو سؤال الواجبات اللي رح تكون عندكم بعضها رح تشوفون بيها صعوبة لذلك محاضرة خاصة رح تكون في حلول واجبات الاحتمال الرابع إن شاء الله إذا الله مكنني أصورها باشر وتنزل على اليوتيوب إذن هنا الواجبات إلى حين أن تشوفون المحاضرة ما الواجبات صفحة 37 السؤال الأخير إذن هذا أول الواجبات 37 السؤال الأخير وصفحة 38 كلها وصفحة 39 كلها وصفحة 40 مليئة بالمشاكل إذن هذه ما أريدك تحلها بدفترك خلي أكتبها فقط اطلاع بس أريدك تقراها ورح أشرحها إن شاء الله في محاضرة حل الواجبات ووراها صفحة 42 تحلي سؤال للألفين وخمسة عشر والألفين وستعشر الجواة مباشرة إذن هذه الواجبات بمجرد أن تنزل محاضرة الواجبات يكون الموضوع المعدلات الزمنية قد انتهى مبدئيا تبقى عندنا هنا مجموعة من الإثرائيات هل تطلع عليها أنت على كيفك وإن شاء الله رح أنزل لك فدمقطع مصور لحلول كثير من هذه الأسئلة الأسئلة الإثرائية ولكن يمنع منعا باتا قراءة الأسئلة الإثرائية إلا إذا سيطر على الموضوع رح يكون عندنا امتحان إن شاء الله يوم الجمعة القادم يوم الجمعة القادم امتحان فاينال فقط بالمعدلات الزمنية امتحان فاينال فقط بالمعدلات الزمنية رح يكون يوم الجمعة ماكو داعي تقرالي الإثرائيات أريدك تقرالي المحاضرات اللي أخذناها مع حل الواجبات فقط ممكن أسوي لك تقديم وتأخير بالفكرة أو تغيير بالأرقام إذن مثال أمثلة كتاب تمارين كتاب الوزاريات ناقشناها بالإضافة إلى أسئلة الامتحان اليومي المرت علينا خلال الأيام السابقة يوم الخميس إن شاء الله رح نبدي في موضوع مبرهنة رولز والقيمة المتوسطة إذن هنا رولز ثيورم و ولكن محاضرتنا ما اليوم الخميس رح تكون مراجعة عن موضوعي الاستمراري الكونتينيوز وقابلية الاشتقاق اللي هو ديفرينشيبل يعني مادة يوم الخميس ما رح يكون بها واجب لأن رح تكون مراجعة عن مادة الخامس فقط وإن شاء الله بعد الامتحان نبدي بمادة السادس هذا كل ما موجود محاضرتنا لهذا اليوم شكرا لكم وتصبحون على خير